موسيقى 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 فكونوا حذرين وكونوا دقيقين لا يلعبن بدينكم خاصة أنا بتحدث لأبناء إخواني الشباب والشواب الشبات يعني كونوا حذقين وبعدهم بدل والله عارف أكثر ما آذاني وجرحاني في هذا الفيلم حين يظهر فيه أشخاص عرب مسلمون عرب العالم العربي قصنا بالله أشعر بالخزي واحد يقرأ بالإنجليز يقرأ نصص بالإنجليزية يعني أحب عليك شيء تعبث بدينك أنت وظفوك في هذا الوثائق الذي لا يسوى شيئا هذا العبارة مهذبة جدا لا يسوى شيئا لا يسوى شر ونقير وجاي تقرأ والباحث لكويت هذا يحيب يحيب عليك أنت ويا وما عندوه هذا الباحث يقول غريب وحجيب وكيف فقد هذا هذا هو بلعوه قالوا له وجدنا هو غريب عجيب لماذا لماذا لم يسألوه لماذا لم يسألوه ماذا لم يسألوه ماذا لم يسألوه هذا الإنسان يكون ساذج بطريقة هذه أفضل لك هو قال لك أنا أتحداك اعمل اعمل اضحاض لفيلمي أتحدى أنت وابحث ونقر وابحث وتعلم وتعلم شيئا جديدة في التاريخ والثقافة والأفكار والدين والفقه روح وتحدى لماذا تلقي بنفسك هكذا وابحثين يعني كل شيء يلعب به إلا الدين من شاء أن ينسلخ من هذا الدين فلينسلخ براحته هو حر لكن ما تأتيش تزعم أنه هذا الدين محرف ومالوش أسس ومالوش كذا وتصدق هؤلاء المخرفين هؤلاء مخرفوا المستشرقين والله ما بسوء أي حاجة طيب بعدين قال لك سور مكة نرجع مرة أخرى للسور قال لك البترة فيها سور مكة لا يوجد فيها سور مكة لا يوجد فيها أي مع أنه النصوص تقول أنه فيها سور معناها ليس مكة الحجاز أي نص بحدثك عن أسوار مكة معناها بحدثك عن ماذا عن أسوار البترة وبعدين يركبوه أو علموك قال لك البروبغاندا العباسية أن هذه مكة الحجاز وبركابش عليها كيف يكلم هذا لماذا قال لك في حديث رواء أهل السنن رواء أهل السنن في قصة مرثد ابن أبي مرثد الغنوي الذي كان يحمل الأسارة من مكة إلى المدينة قصته مع عناق هذه القصة المشهورة على كل حال صديق كانت له صاحبة للأسف الشديد وبعدين قال لك حتى انتهيت إلى حائط من حواعط مكة مكة في ليلة مقمرة أي ضحيانة قال لك أيها قال لك حائط الحائط السور مكة عندها سور والله يا خيانة طبعا لا يعني هذا لا يشتغرب من أمثال دان جبس هو قال لك حتى انتهيت إلى حائط مكة لو قال إلى حائط مكة بصير في شبه في حائط واحد مفرد والحائط مكة يعني سور مكة وين سور مكة قال لك حائط من حوايط مكة تعود إلى أبسط معجم عربي وتشوف كلمة حائط الحائط من حاط يحوط ما طاف يطيفه بالشيء ولذلك حائط الدار المنزل البيت يسمى حائطا البساتين البساتين إذا كانت مسورة لها حوائط تسمى ماذا مجازا تسمى ماذا الحوائط قال لك عشرات ليس سأقول لك مئات عشرات الأحاديث وعنه افتقدنا النبي فوجدناه في حائط لبني سلمة كيف يعني في حائط وجدناه في حائط يعني فتح الحائط ودخل فيه ما معناها في حائط بستان البستان إذا يسور يسمى ماذا حائطا البساتين حوائط بني فلان وحائط بني فلان وفي الحديث الشريف المشهور وعلى أهل الحوائط الحيطان يعني حفظها بالنهار حفظها بالنهار في الليل شيء آخر نبي بعلمك حكم فقهي ومنها السدر والنبقة موجود كله موجود ومنها الاذخر اللي هو مش فاهم ومش عارف ومستغرب في حديث بلال ومنها الثمام أشياء كثيرة على كل حال إما أن يكون بستانة من البساتين وإما أن يكون حائط منزل لكن الأرجح أنه يعني بستان صغير قال لك سورح وقال لك انتهيت إلى حائط مكة قال لك انتهيت إلى حائط من حيطان مكة يعني أي واضح ما عنده أي دراية بالعربية الرجل السكين بعدين نفس الشيء جاب لك حديث عائشة طبعا هذا مذكور في الصحيح في مقدم النبي طبعا ومن معه إلى مكة إلى المدينة المنورة على منورها ألف تحية وألف سلام وفيها أنه بلال طبعا يعني أخذته الحمى فكان يقول ألا ليت شعري هل أبي تن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل قال لك شفته قلنا لك مكة ما فيها نبتات وهذه قال لك إذخر طب الإذخر كان ولا يزال في مكة ويعرفه كل أهل مكة عبر عصورهم ويتخذ في الأعرس لأنه طيب الريح ويستخدمه القين أي الحداد يوقض به التنور كما في حديث العباس قال إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لعروسنا وقيننا قال إلا الإذخر هم تخيل مكة لا يوجد فيها ولا أي نوع من الخضرة إطلاقا كما قطع وجزم إنه مكة ما فيش فيها أي نوع من الآثار الأركيولوجية ما فيه أي دليل أركيولوجي ومين قال لك نقبت أنت سمحوا لك ما هي المشكلة لحكومة السعودية هناك للأسف الشديد أنها لا تسمح بالتنقيب ولا سمحت ومالقوتوش وبعدين حتى لو سمحت ماذا ستلقى يعني القرآن قال لك هذه بلد بسيط وادي غير ذي زرع والله أعلم حيث يجعل رسالته على فكرة حتى لا أنسى الذي غاضى المستشرقين مثل باتريشا كرون الذكرت الخطبة السابقة وهذا رجل أيضا المسكين أنه قال لك يعني ما معنى أن محمد هذا بلعث فيه بكة ومكة لا تكاد تعرف عند الآخرين لأنها في وسط الجزيرة وصح التواريخ الفارسية وبالذات البيزنطية وحتى البابلية يذكرون وسط الجزيرة على أنه أرض الظلمات هكذا وفي أساطير شائعة عند هؤلاء الذين ذكرت وربما غيرهم أيضا أن هذه البلاد بلاد الظلمات وأرض الظلمات تعرفوا بحر الظلمات الأطلسية تلعى ظلمات ولا حاجم هذه بلاد الظلمات فيها أفاعي طائرة وتلتهم الناس وتنهشهم ما عندهم ولذلك أحد ملوك بابل الذي عاش في الجزيرة العربية عشر سنوات قال عشر سنوات لم أعد إلى مملكتي في بابل وذكر مدنا وكان أقصى ما ذكر المدينة يثرو أو إيثرو يثرب يعني ها؟ ولم يذكر شيء عن المكة لأنه خلاص بعد ذلك بصير صعب فعلاً هذه البقعة من الأرض كانت شبه مجهولة مش مجهولة بالكامل طبعاً ذكرت كما قلنا مذكور كذا ولكن شبه مجهولة غاضهم هذا واحد إنه كيف فعلاً يعني في بلد لفي حضارة حقيقية ومش ملتقى حقيقي للثقفات والأفكار وكذا معناها بتيجي الشبه الثانية إنه هذا عم كان ومكة قال لك كما قال بلاذوري وغيره كل اللي كانوا فيها متعلمين بضعة عشر رجلاً بكتبوا بها تخيل؟ من بين ألوف الناس بضعة عشر رجلاً